اشتركوا في القناة ومحفوفة بالمخاطر يقولون وكلهم ثقة أن شغفهم إنقاذ أرواح الناس وتقديم المساعدة دائما ما تجدون في موقع الحادث فور وقوعه للإنقاذ وضمان سلامة المواطنين من الزلازل إلى الحرائق مرورا بالفيضانات حقا رجال المهام الصعبة مشاهدين والمثال في هذه الصور مشهد تجلت في روح العمل والإنسانية سيما مع صور الأحوال الجوية والأمطار التي تشهد عديد ولايات جنوبنا الكبير حيث قام رجال حماية مدنية بولاية تامنغس كما توضحه هذه الصور بإنقاذ عشرة أشخاص محصورين داخل سيارة نفعية بمجروات تامن نناصة بعد ارتفاع منسوب المياه جرى الأمطار المتساقطة طبعا مشاهدين الكرام نفس الشيء بولاية إليزي أين ارتفع منسوب مياه الأودية بعد تساقط أمطار معتبر فوجد بعض المواطنين أنفسهم محاصرين أقول بالمياه لكن زال خفهم بتواشد رجال حماية المدنية جامهم في مشهد تجلت فيه الصور الشجاعة نشاهد معنا الفيديو ثم نعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام عمل إنساني حظية بإشهدة واسعة من مستخدبي منصات التواصل الاجتماعي رصدنا لكم بعض التعليقات تعليق الأول جا في جزاكم الله وخير إن شاء الله تعليق محمد كتبة تحية خاصة لرجال الحماية المدنية تفاعل آخر جا في تحية احترام وجلا لأولئك الرجال نجدهم في قلب العاصفة نراهم حول المياه الشريفة نشاهدهم بين الطرق المتوقفة وتحت السماء الماطرة رجالا تركوا عوائلهم رجالا ضحوا بأنفسهم من أجل سلامة كل فرد من أفراد هذا البلد طبعا مشاهدين عمر كتب تحية احترام وتقدير للرجال أنتم من ترفع لكن القبعة تستحقون كل ثناء وتحية خاصة لسيد المدير الذي كان ولا يزال دائما في المقدمة في مواجهة المخاطر طبعا مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز تعليقات ننتقل بكم إلى الهاشتاغ التاني طبعا حالة كارثية كراسي متسخة نفيات متراكمة أرضية لا تصلح كل هذه المشاهد المشاهدين المنصفة هي من داخل ملعب نيلسون منذلة الذي تم افتتاحه في جنوبي 2023 صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الحالة الكارثية التي لها أرضية ملعب نيلسون منذ آخر لقاء جرى منذ عدة أسابيع المشاهدين نتابع معنا الفيديو ثم نعود إليكم المشاهدين الكرام أمام حالة الجدل التي تركتها تلك الوقت كالصور المهنة لأرضية الميدان وكذا المدرجات التي بدأت تأجد متسخة وفي حالة إهمال تام قرر وزير الشباب والرياضة إنهامها مدير المركبة الغلامبي محمد بوذياف نظرا للتسيب والتهون والتقصير في أداء مهامه حسب ما ورد في بيان لوزارة الشباب والرياضة مشاهدين الكرامة التعليقات جاد كتالية تعليق الأولجة في المسئولية مشتركة لعمال الملعب حتى بعض المناصرين لا علاقة لهم بثقافة الملعب إذن مشاهدين الكرام وبهذا قد وصلنا لختام عدد اليوم من برنامج أنهار تراندينغ شكرا لكم